وفي جلسة نقاشية أخرى حول الحوار الوطني عقدت التنسقية بمحافظة المينيا جلستها بحضور جمهري مكسف وضرت المناقشات حول الملفات التي تهم المواطنين كملفات الزراعة والري ومشاكل المزارعين وأكدت جلسة التنسقية على ضرورة تقديم دورات إرشاد زراعي للتوعية بزراعة المحاصيل الاستراتيجية واستخدام الأسمدة وكذلك زيادة الدعم المقدم للمزارعين كما تطرقت النقاشات لمشكلة المباني والحيز العمراني خاصة في الكتلة السكنية القديمة